اهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج الجدعان النهاردة هناخد حضراتكم في زيارة إلى مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات هنشهد معرض كايرو آي سيتي وهذا المعرض هو الأطخم في مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا كفاية أن أوضح لحضراتكم أن صادرات مصر من قطاع تكنولوجيا المعلومات تقترب من 3 مليار و250 مليون دولار إذن هي صناعة هامة جدا كمان لازم أوضح لحضراتكم أن فيه قطاع إحنا غفلين عنه تماما هو قطاع الألعاب الإلكترونية هذا القطاع المصريين بنصروف فيه سنويا ما يقرب من 690 مليون دولار ده حجم الإنفاق في مصر على الألعاب الإلكترونية وفي هذه القاعات فيه جناح كبير جدا للألعاب الإلكترونية مئات بل آلاف الشباب بيمرسوا كل دقيقة الألعاب الإلكترونية باحتراف كامل وبيدخلوا مسابقات دولية وآن الأوان أن نتحول من مجرد مستخدمين لهذه الألعاب الإلكترونية إلى مطبقين أو منفزين أو مبرمجين لهذه الألعاب الإلكترونية قطاع هام جدا وله سوق ضخم على مستوى العالم مصر في المركز الثالث على مستوى الوطن العربي في حجم الإنفاق على الألعاب الإلكترونية بعد الإمارات والسعودية إذن عندنا صناعة كبيرة جدا هنتناولها في حلقتنا النهاردة صناعة تكنولوجيا المعلومات خليكم معينا في حلقة مهمة جدا من معرض تكنولوجيا المعلومات الأول في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط